الكنز التالت في الصور المخصوصة التي لا تستغني عنها خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لآخر سورة البقرة فيها تلات كنوز مهمين جدا تكفيق قيام الليل الناس المشغولة لما تلحشد صابق قيام الليل قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلته كفتاه تكفي قيام الليل كما قال المفسرين وقال صلى الله عليه وسلم في الكنز التالي اللي وراء الأيتين في خواتيم سورة البقرة قال من قرأها في بيته لا يقربه شيطان ثلاثة أيام يبقى تطرد الشيطان اتعود تحفظها وتقراها وقال صلى الله عليه وسلم في الكنز التالت لخواتيم سورة البقرة قال لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته فالكنز التالي ده تفريج الهموم لأن خواتيم سورة البقرة ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إصرا يعني ما شكر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا فأي حد عنده أزمة باب مقفول في وشه أي كرب يواظب على خواتيم سورة البقرة السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا رب تكونوا بخير النهاردة روتين جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم بجد مفرحانة جدا بالروتين ده واللي بعده هي بقى أحلى وأحلى طبعا أول حاجة بنعملها في يومنا بنقوم كده من نوم نصلي الأول وبعد كده طبعا لو معك أطفال بتفطريهم لو لسه بقى عروسة جديدة طبعا بتفطري أنت الأول وبعد كده بتقوم تشوفي بقى وراك إيه فأنا أول حاجة عملتها طبعا فطرت الأولاد وبعد كده عملت النفس كبات الأول حلوة دي ودخلت على طول كنت لما دور غسيل قلت كده أول حاجة هبتدي به هو الأول لأن طول ما فيه غسيلة عندي في المكان بحس الشقة كلها مكركبة وعموما أصلا طول ما أنا شايلة السجاد بحس برضو إن الشقة كلها مبهدلة حرفيا مهما روأ فيها مهما رتب مهما أمسح برضو متبهدلة بصوا ما بتتزبطش غير لما خلاص تفرشي السجاد وكل حاجة فكده كده إحنا الأيام دي شايلين كل السجاد بتاعنا غسليني والحمد لله لما راح اتغسل السجاد كله غسلت معاكم المشيات الفيديو اللي فاتوا تاني يوم على طول يعني اللي بتساعدني جدت غسرت معايا السجاد فاتغسل الحمد لله فخلاص يعتبر أنا هلمه النهاردة بس قلت كده أول حاجة أبتدي بها أطبق دور الغسيل لإني في ناس جايين هيشتغروا في قط النوم عندي جوا هغير فيها حاجات هوريكو برضو كل حاجة أنا عملت فيها إيه وجبت منين وبردو يعني امشوا كده معايا خطوة بخطوة الفيديو إن شاء الله يعجبكم جدا جدا بتنسوش بقى اللايك كده والكومنت الحلو بتاعكم هطبق بالهدوم بتاعتي زمنتو شايفين بالشكل طبعا في ناس كتير جدا جدا بتطلب مني على طول يا هلا كده عايزين نطبق مع بعض دولة بقط الأطفال فإن شاء الله هعمل معاكو الروتين ده بس على داخلة الشتاء عشان نشيل الصيفي ونطلع الشتوي فهطبق معاكو الدولاب بقى إن شاء الله يعني على كلها شهر بكتير أو شهرين ممكن شهر ونصف كمان ونبدأ بقى أني هنطلع خلاص الشتوي الأيام بدأت يعني تخش كده علينا وبصراحة أنا مبسطة جدا بقيت أحس كان الجو بدأ أنه يبقى حلو بالليل بحس لسع كده سقعية فطبعا دي بشاير حلوة يعني النصف خلاص أرابي مش أنا من الناس ما بتحبش الصف أبدا بحب جدا الشتاء وبحب كده الهدوء وبحب كل حاجة في الشتاء ما بحسش بقى بكآبة زي ما في ناس كتير قوي بتقول ولا الكلام ده خالص بالعكس بحس بنشاط وبحس كده براحة نفسية بجد جميل جدا جدا الشتاء حتى أنتوا تلاقوا فيديوهاتي اللي كانت في الشتاء فيها كده كمية طاقة إيجابية مش قادر أقول لكم عليها طبعا في ناس كتير قوي بتشوف الفيديوهات دي لحد الوقت وطبعا بيكتب لي الكومنت فبيحسوا احسا أنه أنا بقول لكم عليه ده فعلا كلها طاقة إيجابية كده ونشاط وبتبقى جميلة جدا طبعا تعرفين في التصوير بنلبس شوية يعني غير لبسنا اللي هو البيت العادي ففي الصف الجو بيكون حر قوي فيعني اللبس طبعا بيبقى محررنا أكتر لكن الشتاء لما بتلبسي حاجة زي كده أو لبس تقيل فبتوقيش حاسة طبعا بالكلام ده خالص فبتوقي مرتاحة نفسيا حتى وانتي بتشتغلي المهم كده خلاص طبعت معاكم الغسيل ده هو على طول بسرعة يعني طبعا الغسيل ده أكتر حاجة بتكاركي بالدنيا فعلى طول بحب كده أول ما لمه أشيله على طول في الدول في الدولاب لأن بحس أن الدنيا بهدلة يعني فدلوقت كده خلت بقى قلت أحضر معاكم الغداء برضو سريعا الكلام ده كله طبعا قبل ما الناس تجد تشتغل عندي بيوم فأنا قلت هعمل الغداء بتاعي مثلا يكفيني كده يومين ولا حاجة عشان تاني يوم هم عندي موطرش أن أنا أدخل المنبخ ولا أعمل أكل ولا أي حاجة يبقى مثلا الأكل بتاعي جاهز كل اللي هعمل مثلا أسخم في الميكرويف وخلاص فقلت إيه اللي بيعد مثلا يومين ولا حاجة هو خضار لبيا فاصوليا الكلام ده كله فقلت النهار ده طلعت كسل لحم الصبح وقلت هعمل عليه شوية لبيا بتبقى حلوة جدا جدا حواليك ربع كيلو نقعتهم طبعا لازم تنقعي الأول ساعة كده أو ساعتين وعلى قد ما تقدري عادي نقعي مش هتخسر معاك في أي حاجة وبعدك هجبت بصلية صغيرة بقى طبعا الناس اللي متابعان يعرفة طريقة الخضار بتاعي أو الطبيق بتاعي يعني أنا بطبخ بالطريقة دي لما كون مش عايزة شربة لكن لو عايزة شربة بصلق عادي اللحمة وبطلع منها الشربة طبعا بتاعيتها لكن لو أنا مش محتاجة خلاص الشربة بتاعيتها في أي حاجة بعملها كده منها فيها بتبقى حلوة جدا وبتخلي طعم الخضار معاك حلوة قوي قوي جبت الأول البصلية زي ما شفتوا وبعدك هجبت بشوح اللحمة فيها وطبعا أهم حاجة رشة الفلفل الأسويت دي أساسي بتخلي أصلا بتشمك يا ريحة جميلة جدا وانتي بتشوحك اللحمة بتاعتك وبعد كده هنزل معلقتين صلصة دي الصلصة اللي هي الجهزة بحط مثلا حوالي معلقتين أو تلاتة لو أنا يعني مش هحط صلصة ملفريزة فدي استسهلتها يعني وفي نفس الوقت برضو بتبقى حلوة جدا في الخضار على حسب طبعا بقى الكمية ما بتحط معلقتين أو تلاتة وبعد كده حطت شوية مية كده صغيرين وهدي بقى النار خالص خالص اللحمة هي تستوي في الصلصة ولغاية لما تستوي خالص هبدأ بقى ازود المية بتاعتها وبعد كده ننزل على طلب اللوبيا بس كده منتو شايفين هغطيها بقى بقى دلوقتي برضو هعمل رز حتى لو انتي مش هتسويه اعملي الخطوة دي من بدري كده هتريحك جدا هيبقى عستوة فأنا نهاردة هعمل رز حبة وحبة أو واحدة وواحدة على حسن ما بتقولوا بحبه جدا أو بنحبه جدا مع اللوبيا فدي بتبقى أساسي يعني فئة كلكية بتبقى معينة بتعمليها مع بعض هجيب بقى معلقة توم احطها برضو الفي la فالصال 삼 دي بحطي كده معلقة توم صغيرة مع اللوبيا اللي هي العائلية اللوبيا عايز بحبها جدا مع اللوبيا يعني وممكن دوحطي فلفل بعض لو عندك بس انا مكانش عندي فلفل اللي هو الحامي فان عندي فلفل الرومي simultaneously لكن مكانش عندك فلفل اللي هو الحامي بيبقى حلو معاها جدا أعمل سؤلت بالرز البائي بتاعها وخلاص على كده عملت غدا بتاعي كده سريعا النهارده عشان طبعا عايزة بقى اعمل شواء حقائك في الشقة زي ما انتم عارفين يعني الشقة كلها كده على بعض بصراحة تندفات المدارس زي تندفات الشتة زي تندفات رمضان تحسوا اول ما بتشيروا السجات خلاص الدنيا عنده كده قامت كلها وإفت على رجل فدلوقت بعد ما طبعا فصلت شوية سويت الرز اهو هنا بسلق اللوبيا بعد ما تنقعد كده حوالي اه ساعة ولا حاجة وهنا اللحمة معي كاتت استوت في خلال الساعة دي كنت انا نقع على اللوبيا وبعد كا اديتها كده غلوتين على طول وبعد كده طبعا استوت يعني استوت على طول وهنزل بها بقى بها في الصلصة وخلاص وبعد كاها زود بقى شوية مية مش هحط بقى شربة ولا اي حاجة ان طبعا اللحمة هتنزل كل شربتها او نزلت خلاص في الصلصة كل الكلام ده حطيت بقى الاكل وده كان الغداء بتاع النهاردة غداء كده سهل وسريع وفي نفس الوقت بيقعد لتاني يوم يعني حلوة حاجة كده بتقعد معاك وتريحك ممكن بس رو هتعمل تاني يوم تعمل شوية ترز وخلاص على كده بحب قوي ايام كده لما كن قلبة الشقة زمانتوا شايفين كده اعمل اكل يكافني مثلا يومين نزلت بقى مبارح جبت كده القماش اللي احنا هنعمل بالنهاردة التنجيد بتاع السرير بتاع قرفة النوم عندي والكنبة والكنبة بصراحة كانت عايز تتنجد كانت لازم تتنجد لان هي كانت القماش بتاعها اولا الفاتح وانا كنت احطاها في قط الاطفال فكانت يعني مبهدلة جدا مهما اخسل فيها فيها كده شوية بقع مش بتتشال ومن ناحية تانية لما هيبتت بقى بقت شكلها بقت صعب قوي قوي فالحمد لله في امكانية ان انا اغير فقلت لأ هغير على طول الكنبة وانجدها وبالمرة قلت لأ يعني مش هعمل بقى تشكيلة ومش برضو مش هجيب كاشمير تاني في الكنبة قلت هجيب اللون اللي هو الجري حلو جدا ودرجته جميلة قوي قوي فاخترت ان انا اجيب المراضي اللون ده بجد شيك قوي انتوا عارفين وفي نفس الوقت حبيت قوي ان انا انجد السرير نفس اللون على اساسي بقى كده شكله حلو ومن ناحية تانية تيمشي معاه اي ملاية بقى اللون الجري اصلا بيمشي معاه كل الالوان جبت بقى الكوشنات اذا ما انتم شايفين حبيت برضو جيبها سادة لان عندي انا مش اجر كتير او منقش كتير فقلت عايزة ممكن احط معاها لكن سادة ما عنديش فجبت اللي هو الاحمر الاحمر مش عارفة درجته شدتني قوي وجبت المستر ده برضو شدوني جدا الاتنين دول فقلت يعني هعملهم كوشنات كده في الغرفة وجبت السريرير خفيفة دي برضو بخمسة وسبعين جنيه المتر جبتها برضو القط النوم والقماشي التقيل ده كتان ما جبتش قطيفة المرة دي جبت كتاني الكتان احلى بكتير بكتير وعملي اكتر جبتوا بكم بسبعين جنيه القماشي ده جبتوا منين طبعا ما نزلتش بقى الازهر ولا الاماكن دي الاماكن دي القماش دي فيها غالي جدا جدا ممكن اجيب الكتان من هناك بمئة وعشرين جنيه المتر او مئة وثلاثين مئة واربعين طبعا على حسب كل واحد ما بيبيع هناك ايه فانا جبتوا منين عند هاني الاماش تقريبا يعني واسموا كدا المهم لو عايزينين إن شاء الله على عنوان بتاعه او كدا هو قل como هو يعنى لو لا يعني ناس كتير بتسجيل علي في ناس كارسيين على الصور معي في ناس كارس بتصور معي هذا او الاني يلي ليسذكر مثال هاني فهي هنا ا fairness او عنو كناってるها فممكن تعمل Addingو قناة هناكه فهي بتعرفه كل الاسعور هو بيطلع يقول كل حاجة في قناته ودلوقتي بقى بعد ما أوردك كل القماش بتاعي دخلت بقى على طول في المطبخ لمت المعين كلها في غسلت الأطباق زي ما انتو شايفين كيه بالشكل ده فضت طبعا الحلال كلها في الرز في علبة واللوبيا برضو في علبة يعني قلت بقى كله تشال في علبة خلاص على كده لما سخم بقى بسخم بحط كده في أطباق ودخل الميكرويف على طول بس كده لمت كل المعين هو زمانتو شايفين وطبعا مش شغل غسل عشان برضو ممكن قابل معلقة طبق صغير كوباية لان بصراحة الغسلة كان لسه فيها أماكن كتير فما اردتش ان انا اشغل الدول دلوقتي ممكن اشغله بقى على بليل قبل منام لما خلاص بقى يعني يوم يخلص وكل المعين بتاعتي تبقى خلاص خلصت جيت بقى هنا على البتجاز هلم بس كشوة الرز اللي كانوا مقاعين حواليه هو نظيف يعني زمانتو شايفين ما فيش في حاجة قوي فاجبت لهو المكسل ملمع اللي استلس وهبدأ كده ألمع به بس كده على طول البتجاز مش هخصد يعني بزبونشة ولا اي حاجة طول ما الحاجة معاك نظيفة بتريحك انت جدا جدا في التنظيف خصة لما بتكون ايديكي في الحاجة على طول بتحس انت كمان بروحها نفسية ومش بتحس بتاعك ابدا وانت بتشتغلي يعني او انت بتخلص شغل بيتك هلمع بتجاز زمانتو شايفين كده بسرعة وبعد كده هحط بقى الحوامل ونيجي بقى اللمع الرخان بتاعي كله كله البسطة قوي قوي من كومنتكو الفيديو اللي فات فيه كذا كومنت جالي من كذا متابعة ان هم جربوا المخبوزات بتاعتنا اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات وعجبتهم جدا وطبعا جالي كومنت فرحني قوي ان هي قالتلي عجبت الاولاد قوي يعني فطبعا كل الكلام ده بجد بيفرحني جدا جدا ان شاء الله كده يعني هحاول ان نزللكو بس انا انا فعلا مش عارف اجيب اللينك اللي استجرام بتاعي عايز اجيبه ونزللكو اللينك بتاعه عشان كمان تبعتولي بقى كل السور اللي انتو بتعملوها دي لاني مش اول كومنت يجيلي حاجة اعملها وحد طبعا يعملها فاكيد طبعا حاجة هتفرحني جدا لما لاقي حد عملها بالضبط وكمان يعني بنفس طريقتي فان شاء الله يعني هنزللكو اللينك عشان تبعتولي كل الحاجات دي وطبعا كل الناس اللي بتبعتوا عايز اتكلمني خاص كلكو اخواتي وحبايب ان شاء الله ان شاء الله اما نزل اللينك هنتكلم مع بعض طبعا زمانتو عايزي هاخسل بقى كده الحوت بتاعي اخر حاجة الحمد لله هاخسله كده على طول وده كان الكلام ده المفروض ان هو كان خلاص كده في اليوم ده كنت خلاص ما عملتش حاجة تاني تاني يوم بقى هصحى من النوم هرتب بقى غرفة النوم وعشان طبعا الناساتي كتشتغل على طول هينجدوا الحاجات دي كلها في الشقة كمان لو عايزين رقم المنجد ان شاء الله برضو لو عايزين ويعني احطهلكو في اول كومنتو مثبت لو انتو عايزين يعني يجيلكو وبيجي البيت عادي وبيشتغل في البيت وبيخلص كل حاجة في يوم او يعني لو طبعا الشغل كتير في خلال يومين بس انا النهاردة كان الكنبة وكان السرير خلصوا الحمد لله في يوم واحد وخلص على طول الحمد لله يعني تلعولي الساعة اثنين بالليل تريبا نجوم الساعة اثنين كانت الحاجات دي كلها خلصونا كده الساعة كانت سبعة فياخدار خمس ساعات ولا حاجة خلصوا كل الحاجات دي شلت بقى كل الملايات لان طبعا المراتب كلها تتشال دلوقتي والمخدات دي كلها تتشال حاليا برضو يا كمان كل ده يتشال عشان طبعا هيفوق السرير ده عشان طبعا يعرفوا ينجدوا بصوا شكل الكنبة زي ما بقول لكم هابطنق جدا لان احنا اعتمالي نقعد في المكان اللي انتوا شايفينه ده عشان طبعا بنتفرجع التلفزيون او الشاشة واحنا قاعدين في المكان ده وانا كمان بحب بقعد هنا تحت الشباك بقى مثلا بمانتش فيديو برد على كومنتاتكو فانا بحب جدا الاعداد دي وجوزي نفس الموضوع بنحب نقعد في المكان ده جدا فهبت او زي ما انتوا شايفين والعيب كمان عندي ان الشالتة بتاعتي الكنبة مش متحركة يعني مش بتتشال كده قادر ان انا ابدل فيها لأ ثبتة فان شاء الله لما نجدها برضو هشلها ومش هخليها طبعا ثبتة هخليها متحركة احسن بكتير واسهل بكتير في كذا حاجة طبعا هتكلم معاكم كل الكلام ده ان شاء الله خلال الفيديو الجاي لما نفرش مع بعض القوضة هنا بقى قلت كده اعمل سنية كيكة او اي حاجة يعني حلوة بسرا اقدمها برضو للناس مع الشاي كده بتبقى حاجة يعني حلوة فلقيت عندي دي دورة فقلت اعمل ليها كيكة الدورة او ليها اسمها بسيسة احنا بنسميها بسيسة طعمها بيبقى حلو جدا وكمان تغيير عن الكيكة يعني هي بيبقى طعمها حلو شوي عن الكيكة فجبت كده اربع بيضات وكوباية سكر وكيس فانيليا وهبدأ كده اضرب كل الحاجات دي في الهند بلندر كده بالمضرب بتاع الهند بلندر وطبعا كوباية حليب ومحدرة بقى كوباية دقيق وكوباية ونص من الدقيق اللي هو دقيق الدورة لازم تحط دقيق ابيض مع دقيق الدورة لان دقيق الدورة الواحده مش بيمسك ومش هتلاقي الكيكة كده قطعة متماسكة لا هتلاها مفرولة معاكي ومش هتلاقي كده قطعة سليمة على بعض فلازم تحط معاها كوباية دقيق ابيض بس انا بحب برضه احط زيادة اكتر دقيق الدورة لان بحب طعم قوي دقيق الدورة طعمه بيبقى حلو جدا في الكيكة دي قوي يعني بصراحة راحتها اصلا بيبقى خسيرة هجي بقى دلوقت احط دقيق على بعض وبعد كده هنزل بكيك شيف ده وهنزل برشة ملح بس كده وهقلب كل حاجات دي مع بعض الاول وبعد كده ننزل بقى بالسويل اللي احنا عملناها الاول وطبعا احط معلقتين كده زبدة او ثمنة اي حاجة عندي كنا حطيت المرة دي معلقتين ثمنة كريستال كده عندي فقلت احطي منها معلقتين كده كانش عندي زبدة فرن كده خلصانة انا بحب الزبدة الفرن اكتر قوي في الكيكات بحس ان الزبدة بتدي طعمة احلى بكتير قوي في الكيكة فما كانش عندي فعطيت شوية زبدة درة على معلقتين كده سمنة او اي حاجة بقى عندك يعني مش مشارطة تحط حاجة معينة وهاجب بقى القلب بتاعي اللي انا هغبز فيه وبعد كده هندخله الفرن على درجة 180 طبعا في الاخر خالص هنرش رشة سمسم لو انت حبة برحتك مش حبة الخطوة دي برضو اللي انت عايزها زي ما انت عايزة دي بتبقى ازواء لكن احنا بنتعودنا ان احنا نحط كده رشة سمسم على الكيكة دي بالزيت الكيكة دي بالاخص يعني بتبقى حلوة جدا معيها هنا حطيت بقى اللي هي السمنة والزيت وهي طبعا القلب بتاعي ده تيفال انا بحبش اعمل كيكة في التيفال ابدا بس الالمونيا عندي كانت هتبقى صغيرة شوية على الكمية دي فقلت عشان ما تبقاش بس كده مكتومة في نفسها فقلت هعملها في الصينية دي وخلاص وبدرتها طبعا الاولي جبت بقى السمسم وهو وهرش احب بقى القطاري براحتك حبة تقليلي زمانت عايزة بس انا بحبه جدا جدا في الاكلة دي يعني عموما الفرن هنا كان شغال فطبعا سبيه يسخن خالص وبعد كده ادخلي بقى الكيكة بتاعتك عشان تضمني ان هي كده تستوي كمان على طول والفرن كمان يكون سخن قعدت حوالي بالضبط بالضبط كده نص ساعة شغلت بعد ما استوت او الحروف بتاعتها حمرت شغلت الفوق من فوق كده الشوية خدت برضه لون حلو جدا زي ما انتو شايفين كاللونة حلو قوي يمكن باينة فتحة سنة لكن هي اغمأ من كده شوية فبتبقى لونها جميل قوي قوي يعني هنا بقى الناس كانوا خلاص جم وكانوا شغالين كمان فقلت بقى كده اعمل لهم شاي وكمان اقطع جنبها الكيكة بس كانت لسه سخنة شوية فهقطعها برضه معاك ووريكوا شكلها بستو حتى وهي سخنة الكتعة متماسكة جدا ازاي طبعا ده عشان احنا حاطين كوباية دي ابيض زي ما قلتلكم لازم الكوباية دي بتزبط كمان الطعم جدا جدا في ناس بتحط نفس المقدار يعني في ناس بتحط كوباية دي ابيض مع كوباية دي ايه درة بس انا بحب اقتر اكتر يعني ادي ايه درة عشان بحب طعم ادي ايه درة بستو شكلها جميل جدا والسوا بتاعها حلو قوي قوي وما شاء الله زي ما انتو شايفين بقى يعني منفوشة كده وحلو خلاص عملت بقى الشاي ودخلت كل وطبعا نحطيت برضو للولاد ياكلوا وكان الناس زي ما انتو شايفين هم فكوا بقى الكنبة وفكوا كمان السرير وبدأوا ان هم كمان يشتغلوا في الحاجة هنا بصراحة قال لي مش هيفك اللي هو القماش قال لي القماش او البتونة اللي هي الماش اللي هو الكشمير الاولاني قال لي مش هشيله هنخليه كبتونة قلت له بقى ده شغلك وانت طبعا قدره بيه ده كان اللي عامل لي برضو الاسترير الابليكية كبتونية فهما شغلهم حلو جدا جدا صراحة انا طبعا قبل ما صوره قلت له الاول لو ينفع صورك فعشان قلت كذا يعني عندي قناة وكده فقال لي مش طبعا ما فيش اي مشاكل لو زي ما قلت لكم لو عايزينه رقمه هكتبه لكم في اول كومنت ومثبت برضو بييجي زي ما قلت لكم يعني ممكن يجيلك لحد البيت بدل مثلا ما تنزلي حاجتك ولا حاجة لأ هو بيجي عادي يشتغل في البيت بالحاجة بتاعته هنا بقى خلص دهر السرير جي عند القطعة بقى التانية بيفك بس الزراير عشان برضو هيركب نفس القماش برضو عليه يعني هنا بقى الكنبة زمانتو شايفين شكلها برضو انا كده بصوا كنت باخذكوا كده يعني ممكن تفاوض زي ما بيقولوا يعني لاني طبعا ما كنتش بوقف معهم على طول لا انا كنت بخرج برا بس كنت كلش طبعا كل شوية بدخل اشوف اللي حصل عمله ايه لان طبعا اكيد كان جوز معهم جوه يعني هنا بقى الكنبة زمانتو شايفين برضو بدأت انها خلاص تتنجد بس كتلسه بقى الشلطة بتاعت الكنبة كتلسه مجاتش هتيجي لسه يوم اللي اتنين الجاي لان راحوا تاكي يجبوها من يناك ادهم معاد يوم اللي اتنين فاخنا اخترنا ان احنا نجيبها من تاكي احسن عشان تيجي كده مرتبة كويسة وما تهبطش معانا بسرعة ولا اي حاجة هنا كانوا براكيوا بقى الضرار اللي هي بتاعت الكابتونية بجد اللون تلع في الاخر حلوة قوي قوي هنا كان بيقول لي ايه رأيك في الشريط ده قلت له لأ مش عاجبني بصراحة انا كنت عايزة نفس درجة اللون الرماضي ففي نفس اليوم الحمد لله بس ما صورتهاش معاكوا بقى نزلوا جابوا الشريط نفس اللون ان شاء الله تشوفوا بقى الفيديو الجاي وده كان الروتين بتاعي النهاردة شوفكوا بقى ان شاء الله على خير